اعلن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي تأييد البرلمان العربية التام للمبادرة التي اعلنتها المملكة العربية السعودية لانهاء الازمة اليمنية والتوصل الى حل سياسي شامل مثمنا الجهود المخلصة والمقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مضيفا ان هذه المبادرة تعكس الدور الريادي لمملكة وجهودها المستمرة لاستعادة الامن والاستقرار في المنطقة والتخفيف عن معاناة الامنية للشعب اليمني الشقيق واكد رئيس البرلمان العربي ان المبادرة السعودية تتضمن خريطة طريق واضحة قابلة للتطبيق وتمثل فرصة ثمينة لحل الازمة اليمنية بشكل نهائي وشامل داعيا جميع الاطراف الى التجاوب الفوري والكامل مع المبادرة وذلك حقنا للدماء ووضع حد نهائي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اليمنية وخاصة التدخلات الايرانية الفجة التي ساهمت في تأجيج الازمة اليمنية على مدار السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر